مسهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الغريبة نوعا ما اللي راح اتكلم فيها عن هل ينتقل محمد العويس الى نادي الهلال مسهم حيهم يا مرحبا مليون مشاهدين الكرام وحياكم الله وسائل مباركة يوم نشوفكم ونتلاقى بكم محمد العويس الهلال الكل يعرف ولا يخفى على حد ابدا ان فيه اخذوا عطوا وردوا بين الجمهور الهلالي وبين محمد العويس لكن محمد العويس من النوعية من الحراس بالنسبة لي كرايش شخصي اللي انا احبه كثير ليش احبه لانه مثير داخل الملعب وخارج الملعب لانه يعطي اثارة للدوري يقول يرد ياخذ يعطي يعني فيه لعيبة كثيرين لعيبة كبار 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 مروا على كل الدوريات لعب كبير ونجم لكن مش مثير اوكي يقدي في الملعب يروح البيت يرقد الامباراة اللي بعدها يقدي يرد يرقد محمد العويس مش من هذي النوعية اه لاعب حلو لاعب مثير لاعب بيسوي لك جو يعطيك اكشنات في الملعب وفي خارج الملعب وحتى سناباتة حلوة وطلتة وروحها خفيفة روحها حلوة صراحة تحية حب للحارس محمد العويس اه كذا موقف مش موقف ولا اثنين ولا ثلاثة بينه وبين نادي الهلال يعني نقدر نقول ان من المغضوب عليهم نوعا ما بالنسبة لنادي الهلال لكن مثل ما تعلمنا ومثل ما قلنا نعرف في عالم كرة القدم ما في شي اسمه اه عدوي ولا صديقي في شي اسمه مفاوضات في شي اسمه توقيع عقود في شي اسمه اتفاقيات ومن هذا الكلام طلعت انباء مؤخرا اليوم تحديدا عن احتمالية انتقال محمد العويس الى نادي الهلال الرياضي الثقافي المفاجأة اللي صارت انه من وبالنسبة لي صراحة من مفاجأة بدال الهاشتاغ هاشتاغين من جمهور نادي الهلال الهاشتاغ الاول بعنوان جمهور الهلال يرفض العويس الهاشتاغ الثاني بعنوان جماهير الهلال ترفض محمد العويس وقلنا لكم يعني ان ان وانا ما اعتقد ابدا طبعا اذا راح للهلال بين يوم وليلة راح يكون محبوب الجماهير ما في شك والجمهور يحب اللي يعطيها اه ويقدم لها اداء ما في شك تحليلي انا وتفسيري ثلاث نقاط وحدة من الثلاث النقطة الاولى الموضوع هذا اه خبر انتقال محمد العويس الى نادي الهلال اما انه ذكاء وتكتيك ومراوغة رائعة من مدير اعمال اللاعب مثل ما سوى مدير اعمال اللاعب سعود عبد الحميد تذكرون بين يوم وليلة خلي سعود عبد الحميد ترنده اسمه على كل لسان في المملكة العربية السعودية ومحبين الدوري السعودي اتوقع وعلى فكرة اذا وقع للاتحاد سعود عبد الحميد برد اسوي حلقة واذا وقع لغير الاتحاد ايضا برد اسوي حلقة لانه صراحة مدير اعماله شاطر 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 جدا فاحتماليتي الاولى عن انتقال محمد العويس الى الهلال انه شطارة من مدير اعماله عشان يرفع سعره لما يجدد مع النادي الاهلي ها شوفوا ترى النصر طالبينه الهلال طالبينه فيرتفع سعره وقعوا معه ارفعوا السعر عشان ما يروح تفسيري الشخصي ولا لا محلل ولا ناقد اقول راهي لا اكثر ولا اقل هذه الاحتمالية الاولى الاحتمالية الثانية بالنسبة لي قد يكون ان اتفق وخلص معه النصر وراح ينتقل للنصر قد ها قد قد ما اقول وقع ولا اقول قد يكون انه وقع واتفق مع النصر فعشان يسويون اثارة في الدوري ويقولون ساحبة محمد العويس على الهلال وانا ما اعتقد هذه الاحتمالية الصراحة الاحتمالية الثالثة اللي هي شو نسيتها تصدقوا والله نسيت الاحتمالية الاولى يزيد سعره في الاهلي الاحتمالية الثانية انه يكون اه وقع مع النصر الاحتمالية الثالثة لا انه بيكون والله نسيتها يا اخي ليتني كتبت ان الموضوع كان على بالي ما اكتبت اذا اذا اذكرتها بعد شوي راح اقول لكم اياها بإذن الله تعالى لكن بتكلم كثير 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 والله بتذكرها الحين عاد قلنا عشان يزيد سعره في الاهلي الاحتمالية الاولى الاحتمالية الثانية يكون وقع مع النصر الاحتمالية الثالثة شو والله نسيت بتذكرها بتذكرها مع الحلقة بإذن الله تعالى لكن بداية أذكركم وقلت لكم بتكلم كثير 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 حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى اللي يحب أن الحلقات توصلها على الواتساب يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وما يصير خاطركم إلا طيب يا حبايبي ويتاج راسي بالنسبة لجروب التليجرام لإعداد الحلقات لإرسال مقترحات لحلقات لإرسال فيديوهات وأيضا بنرسلكم الحلقات أول بول في التليجرام للي ما يحب أنه رقما يطلع في الواتساب بالنسبة للمسابقات والله في خبر حلو أنا عندي مسابقتين جاري التفاوض الآن مع جهة معينة على مسابقة ثالثة بإذن الله تعالى وانتو والله العظيم تستاهلون كل خير وكل حب وكل تقدير ما أسوي هذه الأشياء إلا عشان أفرحكم عشان تربحون عشان تستاهلسون عشان نكون حبايب وأهل وإخوان بإذن الله تعالى وهذه دعوة مني دعوة لكل اللي تابعوني من أفراد من شركات من مؤسسات بدل المسابقتين وثلاث نبأ مليون مسابقة نبأ الناس يستفيدون نبأ لكل مستانس ومبسوط بإذن الله تعالى اللي يحب يقدم النجايزة يتواصل معنا على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وبإذن الله رتبها والله يعطيكم كلكم الصحة والعافية المسابقتين حاليا اللي شغلات واللي ما زالوا موجودين عندي خمسمائة ريال سعودي مقدمة من الرائع شبليام وخمسمائة ريال سعودي مقدمة من الرائع الشاعر إبراهيم بن عبدالله مسابقة شبليام اللي يطيص صحة والعافية لتوقع نتيجة مباراة الهلال والطائي مسابقة الشاعر إبراهيم عبدالله لتوقع نتيجة مباراة النصر وضمك امسك جوالك سجل نفسك فيديو وانت مبتسم يفضل يعني وأرسل هذا الفيديو على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وفالكم الفوز والتوفيق يا رب العالمين مش أنا اللي راح أختار الفائز انتو بالتصويت بإذن الله وفي حال إنه واحد فقط اللي طرع تصويته صح راح ياخذ من غير تصويت من غير شيء بالتوفيق لكم كلكم يا رب العالمين أيضا بذكركم اليوم آخر يوم لاستقبال تسجيلاتكم الصوتية للرسائل الموجه للأستاذ ماجد النفاعي اللي له الحب والتقدير والاحترام وللنادي الأهلي التقدير والاحترام بكرة بسوي حلقة حول هذا الموضوع وبعرض كل اللي في خاطركم إن كان فيديو أو تسجيلات صوتية للأستاذ ماجد النفاعي الله يعطيه العافية قبل ما نبدأ ونتكلم عن العويس وعن نادي الهلال وعن الموضوع هذا وجماهير الهلال وعلاقتهم مع ماجد العويس والأمور هذه كلها أبحط لكم تسجيل صوتي وصلني من الأمين حسان أبو فارس من السودان ويحبي للسودان وحبايبنا هل السودان والله قاعد أكسبكم يا تاج راسي والله قاعد أكسبكم يعني ما شاء الله سوريا علاقتي معهم صارت جدا ممتازة الجمهور السوري الآن السودان وإن شاء الله القادم أكثر وأكثر إحنا قناة محبة والله قناة سلام قناة وجهات نظر أنا مش من النوع اللي أطلع أقول والله أنا عندي خبر أكيد وعندي مصادر خاصة والله ولا عندي خبر ولا مصادر ولا هم يحزنون إحنا نطلع ونتكلم ونثولف عن الأخبار المتدارجة المدروج المتداولة المتداولة في الساحة لا أكثر ولا أقل ولا لدينا أخبار ولا غيرها والسوارف معنا طبعا زينا وانتوا والسوارف معاكم ما تنمى خلنس مع الأمين حسان أبو فارس شي يقول السلام عليكم ورحمة الله حيا شكرا على التعلق حبيبي وانا جميلة برنامج أجمل معلومات مفيدة الله يسعدك شكرا على هذا الرقيق الله يسعدك محبكم الأمين حسان أبو فارس ونعم سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية ونعم بلادك مشجع لفريق الأهلي السعودي متعصب متعصب جدا للأهلي يا سلام يا سلام الأهلاوية يا أخي شكرا جزيلا حياك الله يا سيدي الأهلاوية يا أخي الأهلاوية يا أخي الأهلاوية محلاكم مروعكم يعني أرد أقول والله أرد أقول أنا هلالي وأتمنى الهلال يأخذ كل البطولات لكن الصراحة الأهلي والله شاد حيلة وصفقات رائعة النصر شاد دين حيلهم وصفقات أكثر من رائعة الصراحة الشباب صفقات رائعة وصيف الدوري كان العام الأتي يعني والله بالتوفيق للكل بالتوفيق في النهاية راح أبارك للفايز أكيد نبدأ لبركة الله في موضوع الحلقة ونتكلم عن محمد العويس وانتقاله للهلال كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل حارس الأهلي محمد العويس عن ناديه الحالي الأهلي والانتقال إلى حامل لقب دوري المحترفين آخر موسمين نادي الهلال الرياضي الثقافي وعرض أحد الوسطاء وفقاً للجزيرة اسم الحارس محمد العويس على إدارة الهلال للتعاقد معه بعد أن اقترب عقده مع النادي الأهلي من النهاية وأوضح أن إدارة الهلال لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن بشأن قبولها لعرض الوسيط بالتعاقد مع حارس الأهلي أنا سويت استفتاء في قناتي وعلى فكرة الاستفتاءات اللي أنزلها من اليوم رايح بقولها في الحلقات أول بول فاكتبوا واللي بيعلق ممكن أقرأ التعليقات أيضا الاستفتاء اللي في قناتي كتب كالتالي أنباء عن احتمالية انتقال حارس الأهلي محمد العويس إلى الهلال 40% قالوا أتمنى يستمر فيه الأهلي 17% قالوا ما تفرق معايا 16% قالوا أتمنى أشوفه هلالي 15% قالوا أعتقد إنها إشاعة 12% قالوا احتمالية انتقاله للنصر أكبر هذا الاستفتاء الأول الاستفتاء الثاني سويت عن الحلقة السابقة لجمهور العالمي صفقة محمد آلف تيل إلى النصر 50% قالوا صفقة عادية 27% قالوا ما تمنيتها 23% قالوا صفقة ممتازة وبالتوفيق أكيد لللاعب الرائع النجم محمد آلف تيل مع ناديه الجديد نادي النصر الرياضي الثقافي بالنسبة لإحصائيات محمد العويس في الدوري السعودي لعب 154 مبارا شباك نظيفة في 10 مباريات تلقى 143 هدف بطاقة حمراء واحدة والسؤالي لكم يا أخواني ويا حبايبي وتجراسي هل تتوقعون بعد المشاكل وبعد الكلام وبعد الإثارة وبعد الأخذ والرد بين محمد العويس وجمهور الهلال أنه ينتقل للهلال ولا لا أنا كهلالي والله أقول له مرحبا مليون مرحبا مليون يا مرحبا مليون بالعكس خير وبركة ونراح للنصر خير وبركة ونراح للأهلي خير وبركة اللي هم بالنسبة لي أني أستمتع بمشاهدته في الدوري لأنه لاعب رائع وأكثر من رائع خبروني رايكم في التعليقات في أسفل الفيديو والله يسعدكم ويبارك فيكم ويطرح فيكم البركة والله ما ذكرت الاحتمالية الثالثة صدقون بكتب من اليوم رايح قلنا الاحتمالية الأولى مدير أعماله شاطر عشان يرفع سأره في الأهلي الاحتمالية الثانية إنه وقع خلاص مع النصر ويبغون يسوون جو ويثارة في الدوري عشان يقولون محمد الأويس يسحب على الهلال الاحتمالية الثالثة شو؟ إنه يكون والله نسيتها إنه يكون يمكن وقع مع الأهلي وخلص أموما الرأي رايكم والشور شوركم الله يحفظكم يا رب العالمين أذكركم اللي يحب إن الحلقات توصلها على الواتساب مباشرة وقت ما تنزل الحلقات على طول يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة جروب التليجرام موجود في اللينك أسفل هذا الفيديو ليش سوينا جروب التليجرام لإقتراحات الحلقات تقولون طارق نباك تتكلم في الموضوع الفلاني طارق صار الخبر الفلاني نبا تعليقك عليه ترسلون فيديوهات ترسلون إعداد الحلقات أيضا الإخوان اللي ما يحبون رقمهم يطلع في الواتساب يكونوا موجودين في التليجرام بنرسل لكم الحلقات أول بأول مسابقتين وليست مسابقة واحدة والمسابقة الثالثة في الطريق بإذن الله تعالى وهذه دعوة ثالثة ورابعة وعاشرة ومليون لكل اللي تابعني ويحب يحط جوائز يتواصل معنا على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة ويستاهلون مشاهدين يبدال المسابقتين مليون مسابقة الله يقدرني إن شاء الله ونوفر لكم مسابقات أكثر وأكثر المسابقة الأولى لشب اليام الله يعطيه الصحة والعافية لتوقع نتيجة مبارات الهلال والطائي المسابقة الثانية للشاعر المبدع إبراهيم عبد الله لتوقع نتيجة مبارات الناصر أظامك امسك جوالك صور نفسك فيديو أرسل الفيديو هذا اللي فيه توقعك على الأرقام من ظهرها أمامكم على الشاشة أنتوا راح تختارون الفايز بالتصويت مش أنا يا حباي بيوتاج راسي عندكم فرصة فقط من الآن لغاية قبل المباريات بيوم واحد أنكم ترسلون وتشاركون بالمسابقة لا تنسوني مصالح دعاكم الله يصلحكم الله يبارك فيكم الله يسعدكم يا رب العالمين القصد من كل اللي يسوين يسعدكم أفرحكم أنقلكم الأخبار أول بول أنا محب لكرة القدم محب للدوري السعودي وهذا اللي خليني أتكلم عن الدوري السعودي أكثر من باقي المواضيع كلها لا ولا بدأ الدوري والله لن ولا والله طيارة طيارة لنطير لنطير فوق بإذن الله تعالى وراح أخصص لكم أنتوا بتحللون معايا المباريات بإذن الله تعالى وبتتوقعون وبنزل فيديوهاتكم شغلات كثيرة بشرح عنها لما بيبدأ الدوري السعودي بإذن الله تعالى لكم كلكم الحب والتقدير والاحترام نشوفكم على خير محمد العواس يمسى عليكم أحب أقول لكم وحشتوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة